النهاردة في الإسماعيلي حصل تغيير في الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي وكان من حوالي 4-5 ايام كان فيه مكالمة ما بين المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي معه كابتن أحمد حسام ميدو نجم طبعا منتخب مصر ونادي الزمالك السابق انه هو كان فيه اتفاق انه بقى فيه قاعدة عشان أحمد حسام ميدو يرجع يمسك النادي الإسماعيلي مرة اخرى والنهاردة الساعة 5 كان فيه جلسة ما بين مهندس يحيى الكومي وما بين كابتن ميدو والاثنين اتفقوا ان عودت كابتن أحمد حسام ميدو مرة اخرى لتدريب النادي الإسماعيلي الإسماعيلي كان خسر مبارح من المصري 1-0 فالنهاردة ادارة نادي الإسماعيلي قررت تعيين الكابتن أحمد حسام ميدو كان مدير فني للنادي الإسماعيلي طبعا اتمناله كل التوفيق خلال الفترة القادمة كابتن أحمد حسام ميدو هو عمل قبل كده فترات كويسة قوي لما مسك الإسماعيلي قبل كده عمل فترة كويسة جدا طبعا الفترة دي صعبة جدا والنادي الإسماعيلي برضو في موقف صعب والإسماعيلي فرقة كبيرة وعنده مشاكل مالية يعني فترة صعبة مش سهلة لكن إن شاء الله يعني يوفق كابتن أحمد حسام ميدو مع النادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة وتم تشكيل الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي كابتن أحمد حسام ميدو مدير فني كابتن أشرف خضر هيكون مدرب عام كابتن أحمد الجمل وكابتن عمر جمال مدربين في الجهاز الفني والكابتن أيمان الجمل هيمسك مدير كورة زي ما كان كابتن أيمان الجمل الفترات اللي فاتت كان مدير كورة مع جريده وبعدين مسك كابتن أيمان الجمل كان مدير فني فهيرجع مرة أخرى لمنصب مدير الكورة الكابتن أيمان الجمل ومدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي هيكون كابتن محمد عبد المنصف ودي برضو خطوة مميزة جدا نتمنى إن شاء الله النجاح لكابتن محمد عبد المنصف كان مدرب الحراس المرمى في الفترة القادمة مع النادي الاسماعيلي انا شايف انه هو جهاز قوي جدا واتمنى ان الجهاز ده يقعد فترة يعني مش عايزين تغييرات تاني في النادي الاسماعيلي ايا كانت النتائج عايزين الجهاز ده يقعد فترة مع النادي الاسماعيلي يبقى فيه استقرار يبقى فيه شغل بقى مظبوط وانا شايف انهم كلهم عناصر مميزة جدا بداية من احمد حسان ميدو كمدرب ايمان الجمل كمدير للكورة اشرف خضر طبعا مع الحفظ الالقاب مدرب طبعا ابن النادي الاسماعيلي مدرب مميز جدا احمد الجمل عمر جمال شباب ومدربين مميزين جدا ولاد النادي الاسماعيلي محمد عبد المنصف كحارس مرمى كبير وليه تاريخ وان شاء الله يوفق فيه خطوة ان هو يكون مدرب حراس مرمى وانا عندي ثقة ان عبد المنصف ان شاء الله حيكون مدرب حراس مرمى كبير انه عقليته وتفكيره مميز جدا مع خبراته الكبيرة اللي اكتسبها من خلال لعبه طبعا لسن كبير معاما عبد المنصف لعب اعتقد الهربعة واربعين سنة لسه مبطل عبد المنصف او خمسة واربعين سنة كمان لسه مبطل السنة اللي فاتت فان شاء الله يعني يقدر الجهاز ده ياخد النادي الاسماعيلي لفوق ويقدر يساعده على ان هو يعمل منشاط كويسة ويعمل نتايج كويسة الفترة القادمة ان الاسماعيلي يستحق زي ما بنقول دايما بقالنا سنين بنقول النادي الاسماعيلي يستحق احسن من كده بكتير واتمنى من جمهور النادي الاسماعيلي ان هو يساند الجهاز ده اعتقد ان ميدو كابتل احمد حسان ميدو الجمهور الاسماعيلي بيحبه وليه تاريخ كويس في النادي الاسماعيلي لما مسك قبل كده النادي الاسماعيلي نتمنى ان شاء الله ان هو الجمهور يساند الفريق مجلس الادارة مش عايزين مشاكل بقى حوالين الفرق عايزين الناس تعمل يعني اجواء ايجابية واجواء هادية حوالين الفريق عشان يقدر الراجل يشتغل مع جهازه الفني وانا شايف زي ما قلتلكم الجهاز كله يعني جهاز محترم ولعبة كانوا لعبة كبار ودلوقتي مدربين مميزين وفيهم طبعا ابناء النادي الاسماعيلي ميدو كان ليه تجربة سابقة ونجحة في النادي الاسماعيلي فنتمنى لهم كل التوفيق يا رب ان شاء الله والامور تمشي بقى في النادي الاسماعيلي بشكل كويس خلال الفترة القادمة طبعا في مشكلة انا عارف هي مؤثرة على النادي الاسماعيلي بالسلم وهي المشكلة المالية الازمة المالية الموجودة الاسماعيلي عليه ديون كتير والفيه مستحقات لعبين فلازم برضو الادارة تقدر توفر الحاجات دي عشان احمد حسان ميدو يقدر اشتغل بشكل كويس ويبقى بشكل هادي ويبقى مركز في الملعب بس مش مركز بقى ان مثلا اللعيب يجي يقوله انا معيش فلوس انا ماخدتش مستحقاتي طب انا مش هتمرن ما بتحصل فالاندية شوية الظروف المادية مش كويسة بتحصل فعشان الراجل يركز في الملعب مع جهازه الفني ويحاول يطلع النادي الاسماعيلي لازم يبقى مفيش مشاكل مالية حوالين الفريق لازم اللعيبة تبقى واخدها مستحقاتها عشان اللعيب يجي بقى مركز بس في الملعب وكمان المجهود الفني الجهاز الفني ما يبزنش مجهود حاجات خارج الكورة حاجات خارج الكورة لازم يجي يقوله انا معيش فلوس انا ماخدتش مستحقاتي وانا مش هعارف بقى ليد ايه وكذا بيبقى فيه تشتيت وفيه اللعيبة تبقى متضايقة واللعيبة مش مركزة في الكورة والجهاز الفني بيبقى عنده مشاكل في التعامل ان هو بيبقى عايز يحل المشاكل المالية وعايز يحل مشاكل الكورة الفنية فان شاء الله الامور تتضبط خلال الفترة القادمة وليتمنى دايما للنادي الاسماعيلي وكل انديتنا التوفيق خلال الفترة القادمة الاسماعيلي بيبحث استكمال تشكيل اللجنة الفنية قبل انتقالات يناير تعرفين احنا داخلين خلاص خمس ست ايام ونخش في انتقالات يناير فالاسماعيلي عايز يكمل تشكيل اللجنة الفنية اللي هتساعد بقى الجهاز الفني ومجلس الادارة ان هم يبدأوا يختاروا صفقات عشان التدعمات يناير شهر يناير القادم ان شاء الله